سبنا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شراء المرسلين مرسل في التيتوريال شابتر 7 Heat Exchangers سامبل برولم 7.2 The Condensation of Steam in a Condenser Steam in a Condenser of Power Plant is to be Condensed at a Temperature of 30 degrees Celsius Steam دخل من هنا بدرجة حرارة 30 حيطلع من هنا هايش هايز Liquid بدرجة حرارة 30 تغيرت بس الفيز تبعه كان هنا Vapor تغيرت هنا Liquid تكثف سبب التكثف تبعه هو أنه دخل هنا Water على هذه البايب بدرجة حرارة 14 وطلع بدرجة حرارة 22 تكثف Steam اللي هنا على سطح على المساحة السطحية لهذا البايب مساحة السطحية لهذا البايب هي 45 Overall Heat Transfer Coefficient is لهذا السيستم هي 2100 Watt per meter square degree Celsius المطلوب Determine the mass flow rate of the cooling water needed and the rate of condensation of the steam and the condensation الماس florey تبع الwater الماس florey تبع الsteem Heat of vaporization of water تبع الsteem هنا الsteem عن 30 دقري أشياء الheat vaporization تبعه هذا نطلعها من table A9 بالنسبة للووتر هنا الأفريج تنفل شر بين 14 و 22 كام 18 نطلع CP قيمته 4348 بالنسبة لل CP قلنا 18 يعني موجودة ما بين 15 و 20 نروح للCP إذن هي interpolation بين الاثنين هنا interpolation أما بالنسبة لل heat of vaporization فهي الانثالبي of vaporization 2441 temperature difference between the steam and cooling water at the two ends of the condenser two ends of condenser ناخد delta T1 H تساوي TH عند the end و ما دخل دخل من هنا نقص من TC out TC out أو كي يعني 30 20 20 20 20 عند the end الثانية التي هي عند دخول water cold وطلوع اللي هو الستيم لما صار كندلست إذن the difference هنا that is the temperature difference between the two ends vary from 8 to 16 قد ثأل وإذا نشوف الأفرج logarithmic mean temperature logarithmic mean temperature difference تطلع عندنا هنا 11.5 لكن لا تنسى عنده two ends كان عندنا difference أنه 8 و 16 هذا هو البرق بينهم المعدل تبعه ما يشوف هو 12 إذن قريبين ل2 من بعض then the heat transfer rate in the condenser is determined from delta tlm موجودة عندنا as موجودة U موجودة إذن نقدر منحسباش the heat transfer rate تساوي 87 هذه هي كمية الحرارة اللي خسرها steam وكسبها water الموجودة عندنا the mass flow rate of cooling water and the rate of the condensation of the steam are determined from لاحظ إحنا قلنا الكريوضة هذا اللي حسبناها هي جاءت من M dot cp tout tn تبع الووتر لكنها كمان جاءت من the heat of vaporization تبع steam M dot hfg تغير فيها من vapor إلى liquid أولا نأخذ الطرف هذا لكي نحسب به M dot تبع cooling water تساوي Q dot حسبناها side الماضي cp معروفة من table tout minus tn تبع الووتر إذن M dot تساوي 32.5 كمية كبيرة إذن M dot تبع الووتر 32 كيلو لكل ثانية أما بالنسبة للsteam سنشوف نفس المعادلة التي كانت عندنا من شوية Q dot لكن سنأخذ الطرف الثاني منها M dot تساوي Q dot حسبناها قبل على HFG طلعناها من الجدول اللي هو تبع الهيت vaporization إذن M dot mass flow rate 0.5 قليلة جدا إذن 32.5 بالنسبة للووتر على 0.45 حتى تساوي 72 تقريبا معناها نحن 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 بحض 72 kg من الووتر لكل 1 kg من الووتر لتساوي تقريبا الهيت تقريبا تقريبا الهيت تقريبا 자� μ تقريبا 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 نحن شكرا